واصل مجلس النواب جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بشان إنشاء وتطوير محاور الطرق والكباري وخلال الجلسة أكدت الحكومة أن خطة التطوير الشاملة لتحديث منظومة النقل والتي ستنتهي في نهاية عام 2024 بلغ إجمالي تكلفتها تريليونا وتسعمائة وسبعا وخمسين مليار جنيه جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لاستكمال نظر مشروعات القوانين بجدول أعماله في مستهل الجلسة تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بشان إنشاء وتطوير محاور الطرق والكباري أشيد بخط المحاور والطرق الجديدة في أنحاء جمهورية مصر العربية والتي تشكل ملامح الجمهورية الجديدة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن هذه المحاور محور العصار الذي يربط شرق ووسط العاصمة بطريق دائري وبمحور شبرة بنها الحر الذي أثبت أهمية مثل هذه المحاور والذي يؤكد أهمية إنشاء محاور مباسلة بشبرة الخيمة بشارع أحمد عرابي، الشارع 35، الشارع الجديد بشرط أن تكون محاور علوية لا تزاحم المواطنين حركتهم اليومية وردا على الأسئلة وطلبات الإحاطة أكدت الحكومة أن خطة التطوير الشاملة لتحديث منظومة النقل والتي ستنتهي في نهاية عام 2024 بلغ إجمالي تكلفتها تريليونا وتساماء وسبعة وخمسين مليار جنيه بهدف تخطي مجرد نقل الركاب والبضائع لتشمل المشاركة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة المجلس استكمل المناقشات وطلبات الإحاطة بشأن تطوير مرفقي السك الحديد ومتر الأنفاق فضلا عن أسئلة بشأن تطوير شركات حافلات نقل الركاب بين المحافظات من حيث الخطوط ومكاتب الحجز وتوفير خدمات لذوي الهمم كما تم طرح أسئلة خاصة بسياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة قطاع النقل البحري وتطوير المواني المصرية قطاع السك الحديد حصل طفرة ونقلة نوعية كبيرة في عهد السيد الرئيس عفتاح السيسي وبقهد سيدة الوزير كامل الوزير طفرة يشعر بها المواطن المصري حاليا ويأمل أن نكون في عداد الدول الكبرى التي تستخدم هذا المرفق مرفق تاريخي مرفق عريق يعتز به المواطن المصري المكتسبات التي تحققت بعد نفقات كبيرة تم انفاقها لتحديث وتطوير هذا المرفق بنطالب سيادة الوزير حفاظا على هذه المكتسبات بالاهتمام برفع كفاءة التدريب للعاملين فنيا وإداريا لمواكبة هذا التطوير من جهتها أكدت الحكومة على الاستمرار في تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات سواء الطرق والكبار والسكك الحديدية ومتر الأنفاق والجر الكهربائي بالإضافة إلى المواني البحرية والنقل النهري وكذلك المواني البرية والجافة والمناطق اللوجستية وهكذا يوصل مجلس النواب مناقشة القوانين والقرارات الهامة التي تصب في صالح المواطنين وتخدم الحكومة في تسهيل أداء مهامها المكلفة بها لتقديم أفضل الخدمات اشتركوا في القناة